افتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبت 2024 في دورته السابعة وذلك بمشاركة كبار المسؤولين الدوليين والشركات الدولية والمحلية المعنية بمجال الطاقة وقد حضر السيد الرئيس الجلسة الحوارية الافتتاحية للمؤتمر حول التحول في الطاقة وتأمينه وخفض الانبعاثات وذلك بمشاركة السيد وزير البترول والثروة المعدنية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية ومديرة إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض المقام على هامش المؤتمر وأجنحة الشركات الوطنية والدولية العامرة في هذا المجال نحن نريد أن الأرض لن أكبر الخف odd الفتح فهي ت 나서 هانتكلم على أدوات التمكين بتاعتنا في موضوع التحول وفإел إصراع بانجاز المشعب بتاعتنا мужчины وده أولاً سيكون عن طريق التحول الرقمي ثانياً الإنتصال الطاقي الثالثا الشركات التي انا تحدث عن مجتمعات الموجبات هذا أ differ purpose الجزء من التثمات معنا الدولية ومن هنا انا هخلي بس الشباب اللي احنا قلنا ان احنا مكنناهم كريم وفاطمة ومجدي كل واحد في دقيقة اللي ربا حيقول الجزء بتاعهم صباح الخير سيادة الرئيس بنرحب بحركة في جناح وطارة البترول والسرع المعدنية انا مهندس كريم سليمان من ادارة التحول الرقمي واستعرض مع حضرتك جهود الوزارة في هذا المجال التحول الرقمي يعتبر من ابرز التحديات اللي بتواجه المجتمعات والمؤسسات في عصر التكنولوجيا الحديثة وفي نفس الوقت بيقدم فرصة كبيرة للتطوير والتحسين مجال الطاقة عندنا غنب البيانات وفي هذا الاطار تم انشاء مركز القادر الاستراتيجي لما يكان التضفق البيانات والمعلومات من قطاع الانتاج ومن مختلف المشاريع زي مشروع التحكم والرقابة على قطوط نقل الزيت الخام ومنتجات البترولية ومشروع التخطيط وادارة الموارد وبتيجي بعد كده خطوة تحديل البيانات باستكتام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للاستعظيم الاستفادة من موارد الدولة وزميلي محمد هيستعرض مع احارتك جهود الوزارة في مجال التحول الطاقي سيادة الرئيس على المهندس محمد مجدي ادارة كفاية الطاقة والمناخ بوزارة البترول هستعرض لسيادتك انجازات قطاع البترول في مجال التحول الطاقي لتوفير الطاقة بصورة امنة ومستدامة ولخفض الانبعاثات الكربونية قامت وزارة البترول بتنفيذ برنامج عمل متكامل للتحسين كفاية استخدام الطاقة بقطاع البترول وتم تحديث هذا البرنامج ليشمل جميع انشطة التحول الطاقي متمثلة في ستة محاول رئيسية بالنسبة لمحور بكفاية الطاقة فقد تم تنفيذ عدد 340 اجراء ومشروع لتحسين كفاية استخدام الطاقة بقطاع البترول كما تم تنفيذ استراتيجية كفاية الطاقة لقطاع البترول كما تم انشاء ادارات متخصصة بكفاية الطاقة لقطاع البترول بالإضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء برنامج إصلاح الدعم الاقتصادي للمواد البترولية بالإضافة إلى ذلك فقد تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كما تم تنفيذ عدد 30 مشروع لاستغلال الغازات الطبيعية التي تتم حرقها بالمواقع المختلفة مما أدى إلى توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وفي مجال الطاقة المتجددة فقد تم تنفيذ عدد 24 مشروع قام بتوفير الطاقة والسولار والغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء في هذه المواقع وبالنسبة لبترو كميات الخضراء فقد تم استغلال قشر الرز لإنتاج الألواح الخشبية المنغوطة سيادة الرئيس لضمان استدامة أنشطة قطاع البترول فقد تم إنشاء مركز التمايز للتحول الطاقي وإزميلتي فاطمة تستعرض مع سيادتك أنشطة قطاع البترول في مجال المسئولية المجتمعية سيادة الرئيس أنا فاطمة إبراهيم قطاع البترول بيعطي أهمية كبيرة جدا للمشاركة في مشروعات المسئولية المجتمعية وعلشان كده قامت وزارة البترول والسروة المعدنية بوضع استراتيجية موحدة قائمة على عشر أهداف من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وعلى رؤية مصر عشرين تلاتين وبالفعل قامت الشركات الوطنية والشركات الأجنبية بتطبيق الاستراتيجية دي القائمة على أربع محاور أساسية المحور الأول وهو التعليم والتدريب وده من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتدريب الشباب ودول همم على إقامة المشروعات الصغيرة المحور الثاني وهو الصحة والمسوابن الجنسين وده من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وبالأخص المرأة المعيلة المحور الثالث وهو محور حماية البيئة وده من خلال تبني المشروعات اللي بتهدف للحد من الانبعاثات وحماية البيئة البحرية وأخيرا المشاركة في المبادرات الرئاسية وده من خلال دعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات مصر وفي الختام بحب أشكر حضرتك جدا لتشريفك لنا النهاردة وعلى دعم حضرتك المستمر للشباب شكرا 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 now we are in the process of trying to move our oil and gas business into the energy business including the green hydrogen, green ammonia and also we recently presented a project of seawater potential extraction which brings more than $8 billion of investment into the country we are very happy to support the energy and also with your great guidance and support the industry of energy in Egypt and also economy will be more prosperous in this year thank you very much we are very pleased with our cooperation and investment in Egypt in the last three years we've invested more than 350 million with the support of His Excellency Mr. El Mola to double the production from Aboukir we are now drilling a new well, Orion which inshallah will bring more gas, natural gas, to the country and we represent a company that is expanded in all the countries in the East Mediterranean and brings together where we have a big gas production and we hope to bring more gas to Egypt as well it's a pleasure to welcome you to the Baker Hughes stand we have been in the country for over 110 years we have over 500 employees and we've been involved in projects like ZOR but also in the LNG that is produced for Europe and we look forward to continuing to support also the development of new energy within Egypt we're also participating in the training as well we've had many of your colleagues come to Florence and also been having studies here in Egypt and it's a pleasure to be part of the energy ecosystem here in Egypt and also value the support that you keep on providing us my colleague here Ayman is leading and he is committed as I am to the continued development within Egypt thank you thank you We have 220 years in Egypt we have a building and a building and a building we will program the produce we will be developing the export we will establish water in the region there are three upgrades we will be sharing this last year and in the last two, we will have a build on 11,000 meters على 11 ألف كيلومتر مربع وضل أكبر في تاريخ مصر كمسح السزمي وإن شاء الله متفاعلين وبشكر حق جدا وفخامتك وإن شاء الله خير وبناخليك من الأشخاص حق جدا موسيقى My name is Clay Neff I'm president for Chevron's international exploration production company We're proud to sponsor Egypt and proud to be in Egypt for it since 1937 We're in all phases of the oil and gas business from our upstream exploration نقطة أسوال والسلمنخرج بلقائنات للغاية ونحن سترسلنا نملك كخشيك على المنظمة ونحن تعليم لغاية المنظمة ونحن نكسل للمنظمة ونستطيع المنظمة حتى يقدم بلقاء ونحن بالأسف اللقاء نحن نترك أن نارجس ونحن نحن نحن نعم نعم انتذكر شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة